عبور زميكو عبور اللي اليوم رح يعطي اليعزاء لرفع العلم والسلام الملاكي اختم بلال عظيمة لحفظ عوض العلم طرفون هاليا عاشا الملي عاشا الملي عاشا الملي ساميا وقبو قصيماتك المالي عام 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 يعيش 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 عبدالله ملبيا نداء سرية رفع العلم في مدرسته جعلت منه قائدا للكشافة متجاوزا كل الخطوط الحمراء التي وضعها له المجتمع عبدالله المصاب بمتلازمة داون يتعلم في مدرسة كأي طالب في عمره ويجيد القراءة والكتابة ويرافق أصدقاء يحكي سره لهم ويمارس حياة طبيعية ويشجع فرقا لكرة القدم بطموح عالي عبود بالنسبة إلي مش بس طالب عادي يعني هو كثير مقرب أنا بالنسبة يعني كمعلمة معلمة مقرب إلي لأنه من أول ما إيجا أنا حاولت أحتضنه ما كان عندي خبرة بالتعامل معاه بس بعدين بمساعدة أستاذ أبو ناصر عامو ناصر يعني كثير صار التعامل معانا أفضل طبعا أنا بحب أساعد كل طالب من متلازمة داون لأنه أنا بالنسبة إلي يعني بعرف أنهم أطفال أذكياء جدا والتعامل معهم رائع جدا فحبيت أنه أدمج الطلاب هدول عندي في المدرسة عشان أطلع منهم نابغة لأنه نسبة الذكاء عندهم أكثر من الطبيعي بس بدهم تعامل صحيح دمج عبد الله بالمجتمع لم يأتي صدفة بل جاء بعد تضحية والديه واهتمامهم به آملين أن يكمل ابنهم دراسته الجامعية فدخوله المدرسة كان انتصارا يحمل في طياته تعبا وجهدا كبيرا وعلى مدى سنوات فضر ربنا وتعاون الأسرة كلياتها مع بعض وتوزيع الأدوار كان لها أثر كبير في أنه عبود زي ما أنتم شايفينه مدموج بمدارس مع طلاب عاديين يمكن غيرت حياتي كلها بلشت أقرأ على الداون أسست محبيه الداون سندروم صفا على الفيسبوك من 11 سنة بحاول أدعم الناس وبحاول أعرف الناس أنه شو هو الداون سندروم حقيقة وشو هو متلازم الداون الإشي اللي بحب أوضحه للأمهات أو للأهالي أو حتى للمدارس أنه هو مثله مثل أي طالب نقدر نحكي أنه عنده صعوبات تعلم يعني هو بيحتاج لجهد زيادة بفضل رب بقدر تأدمج عبود من الكي جي وان مع أطفال عاديين وعبود يعني صار زيه زي أي طفل عادي بالعكس يمكن أنا بحس أنه الكرموسوم الزيادة تبعه أعطاه أشياء أحلى في الدنيا كلها الإشي الطالب اللي بيحفظه من خلال مرتين ثلاثة عبود بحاجة إلى عشرة مشان ما أعطي لل يعني يحكوا أنه لا بتبالغي أنه بديش أحكي لهم خمسة إذا كان مركز وحاطت جهده بالتركيز إذا حابب الشي اللي عم بيدرسه بيحفظه مباشرة ما بيغلبني كلمة اللي دائما بحكيها للناس لو رب العالمين بديوا يبدل عبودي بعشرين زلمة أنا ما بدي أنا بدي عبودي زي ما هو حبيته بمتلازمة داون اللي عنده أنا بفتخر فيه كتير وبأحمد ربي إنه أعطانية وبتمنى بتمنى بتمنى إني ألا قيله السنة الجاي مدرسة يكمل فيها صف تاسع نفسه يتخرج من التوجيه يفوت جامعة وعمله زفة إن شاء الله بحب عبودي كتير أغلى أخو عندي بكره إذا حدا حكاله إنه بنقولي بقول له عفكرة عبودي هذا بفهم أكتر منه وأنا بحبه بلعب معي دائما والله خلالي عشان أدافع عنه وبحبه أكتر من كل الدين هو أخو عندي كل ما يهم عبد الله أن يعترف المجتمع بمصطلح متلازمة داون لا بأي اسم آخر يناد به متلازمة داون لا يعرف الحيلة لأنه لا يستثمر الحاجة فإن أعطيته رقص فرحاً وإن لم تعطيه صمت مبتسماً في وجهك وينظر للأشياء متأملاً بشوشاً لأزرع الأمل في كل مكان عبد الله لا يهمه ما يسمى متلازمة داون ولا يعيقه أي معيقات بهمة ذوي فبعد قيادته للكشافة في مدرسته ورفعه للسارية لم يتبقى ما يعيقه لقناة الأردن اليوم علي خلف الزرقاء